السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي والنهاردة معنا الكاتاكيت الجميزة عمر 13 يوم مرضو يعني الحمد لله كواسين بس واضح ان فيهم كان واحد كده مدعبنين فهنعمل لهم النهاردة وصفة الطاقة والحيوية والنشاط وصفة المضادات الحيوية اللي بلاش الطبيعية جدا هم اللي عنده السهل ده تقريبا من السقع يعني هو ساعين مني معرفش ازاي بس ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو مخصوص عن موضوع الاسهال ده وهنعالجو ازاي لو حصل الفراخ بتاعتنا الفيديو اللي جاي على طول بعد ده نعالل كاتاكيت الجميزة ازاي ازاي حصل اليوم في السن الصغير دوت اي اسهالات نعمل ايه ايا كان نوع الاسهال بقى بالذات الاسهال البني او الاسهال الابيض زي ما انتم شايفين كده الاسهال ده انا معتقد يعني ان هو المكان واسع عليهم شوية او انه هم محتاكين تدفية مش عارفة بس اما تبقى مش عارفة ومحتارة هقولك بارته على طريقة ازاي تتصرفي في الموضوع ده فعشان كده انا حبيت اعمل لهم وصفة النهاردة تديهم طاقة ونشاط وحيوية وكمان توفر معاك جدا في العلف بتفتح كمان شهية الطائر بتخليها كل اي حاجة انت عاملها ليه كمان مضاد دحاوي قوي جدا 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 ومضاد سموم وحاجة كده عظمة بصراحة طبعا الكتاكيت الجميزة ديت من افضل افضل انواع الكتاكيت اللي ممكن تربيها علشان البيض لان هي منعتها حلوة ما شاء الله مش يعني حتى لما بتعيها وتيجي تعالجها بتخف انتاجها في البيض عالي جدا حجم البيضة بقى بيكون كبير فدي اول نوع ورقم واحد في تربيق في انتاج البيض احنا جبناهم من عمر يوم وما فيش اي تحصينات خالص عادي هنربيهم كده انا مع الاسف جبت حبة صغيرين لاني كنت جايباهم مع الفراخ البيضة فقلت هجيء يعني هحطهم فين بس بصراحة انا بحبهم جدا يعني كنت نفسي يجيب قدهم كده مرتين كمان بس يا الله الحمد لله ربنا يبارك في دول بقى وينجيهم وما يطلعش فيهم ديوك كتير لان انا كده ما بيجيب فراخ بيطلع نصها بالزلط ديوك دول حوالي كونت جايبهم 15 فاو ممكن يطلع فيهم 7-8 ديوك كده ولا يومك عادي يعني عامة اي فراخ تنفيد منها حلوة لان لو ربتي خمس فرخات بس من الجمزة دي هيملوك بيط لانهم ما شاء الله بيبيدوا كل يوم بالذات لما بتعمل لهم اي وصفات بتبان معهم النتيجة جدا جدا في الوصفات برضو حبيبي اللي كانت بتقول لي انا عايزة اربي فراخ في عشة عادي جدا مفيش اي مشكلة اعملي عشة مترين في مترين اعمليها مثلا مترين ونصف متر زي ما انت عايزة حسب المساحة اللي عندك حسب المكان اللي عندك عادي الفراخ مش يحصل لها اي حاجة فيها ربيهم برا الاول في حاجة اللي هقوم مصغيرين والحد لما يكبروا من عمر ثلاث شهور كده بدأي يحطيهم فيها وهيبضلوا بقى فيها ويتعودوا عليها بتبقى حلوة جدا اهم حاجة ما يكونش في شمس مباشر عليهم ما يكونش في هوا وطيورات هوا جديدة ما يكونش في رتوبة بتنزل بالليل كل الحاجات ديت مهمة جدا ان انت تاخدي بالك منها ممكن في البلكونة تربي انا بشوف ناس كتير يعملوا الحكاية دي تعملي تحت يعني في مستوى الصور بتاع البلكونة تحت دور اول وبعدين فوق تطلعي بقى بره صور البلكونة لحد امتداد الحبل السلك اللي ما عارفين كده احنا بنعمل منشر الغسيل ده لحد امتداد منشر الغسيل كده بالطول كده فبتعملي مساحة كبيرة ضعف اللي تحت للكبار وتربي الصغيرين تحت وتطلعي الكبار فوق منتهى الجمال حلوة جدا دي الناس اللي ما عندهاش مكان خالص واللي مش عارفة تلاقي حتة تربي فيها في ركن البلكونة كده وتاخدي متر هي كده كده البلكونة بتبقى عرضها 90 سنتي او متر فانت هتاخدي منها حوالي متر كمان بالطول وتقفلي عليه وتعملي ده كده درق او ارضي تربي فيه كتاكت الصغيرين يكبروا تطلعيهم فوق في الدور التاني الدور التاني ده ممكن تعملي فيه دور دور كمان يعني يبقوا ثلاث دور وتحطي فيهم بقى الفراخ بتاعتك لما تكبر تعالوا بقى مما نعمل الوصفة بتاعتنا اول حاجة اساسي فيها بصل بصلها صغيرة مبشورة في ثلاث فصوص توم كركم فلفل اسمر الفلفل اسمر ممتاز جدا عشان الهض والمعلقة اللي انا حطيتها دي معلقة اللي بتاع دي حلبة مطحونة علشان التسمين بجد معلقة يعني دي تفرق قوي قوي مع الفراخ بتاعتنا ومعلقة صغيرة برضو من العسل الاسمر قلنا الخلطة البصل بصل وتوم وخل ولمون وكركم وفلفل اسود وبعدين حطينا معلقة من الحلبة المطحونة وبعدين حطينا معلقة صغيرة من العسل الاسود وهنقلبهم بقى كويس جدا مع بعض الخلطة دي تعمليها الفراخ ان شاء الله تعمليها كل يوم مفيش منها اضرار ابدا ممتازة جدا جدا هنحط بقى ليهم النهاردة في عمر 13 يوم اه او 14 يوم تقريبا هنحط ليهم الخلطة دي وان شاء الله باذن الله عشان اللي عايزينها اللي عايزين الفراخ الجميزة كل يوم ان شاء الله كل يوم اعمل لكم وصفة وباذن الله اصورها يعني كل الحاجات اللي انا بعملها للكاتاكيت الجميزة دي باذن الله اصورها لكم كل يوم لان هم محتاجين عناية شوية علشان ايه اخطر مرحلة في عمر الكاتاكيت لحد ما يعدوا معاك يعني الشهر الاولاني كده ده بيبقى مهمة قوي عدوا الشهر الاولاني بسلام بيبقى فضلك بقى لحد شهر الثالث يعني بتفضلي مهتمة بالكاتاكيت اول شهر عناية ورعاية وكل يوم كل يوم تح اهتمام وكل يوم وصفات وخلطات ماشي عدوا معاك الشهر الاولاني بسلام بتقدق الدنيا تهدى معاك شوية بس خلي بالك منهم برضو وما تعرضهمش بقى لأي تغيير في الجو لنقلة لان انت تحطيهم في حتة غير الحتة اللي كانوا فيها تثبتي على مكان لحد ما يتموا معاكي ثلاث شهور ليه بقى؟ لان الفراخ اقل من ثلاث شهور بتبقى منعتها مش حلوة بتبقى عرضة لانها تصاب بأي مشكلة او اي مرض فلازم نبقى اخدين بالنا منها قوي حتى لو هي من احسن انواع الفراخ اللي منعتها عليها واللي مش عالفة اللي بنتكلم معناها دي مش هتحس بالامان عليهم او تتطميني عليهم غير لما يكملوا تلاث شهور طول ما هم لسه ماكملوش تلاث شهور فالدنيا بتبقى ايه؟ قلق شوية انا واخدها قاعدة كده عند الفرخ ما تكمل تلاث شهور خلاص ما تخافيش عليه ولا برد ولا اي مرض ممكن يجي عليه بقى حتى لو لو قدر الله حصل حاجة وديتي علاج بسيط بتلاقيه خاف بيبقى عنده كوة كده ان هو بيقدر يقوم بقى الامراض بيكون خلاص كبر وعد مرحلات الخطر كلها هو المرحلات الخطر كلها عند شهر تلاث شهور الاولانين دون كل مرحلة بقى بتبقى ايه حسب درجتها يعني من اول يوم عمر يوم لحد عمر شهر ده اخطر حاجة بعد كده من شهر لشهرين يعني شوية من شهرين لتلاتة برضو شوية أقل شوية بتيجي بقى اول ما تكاملوا تلات شهور خلاص ما شاء الله لك وتألا بالله بتبقى الفراخ بتاعتك تمام التمام وحلو وزي الفل اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويعني ما كونش طولت عليكم بتنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منها كل جديد وانتظروا الحلقة الجاية ان شاء الله اقولك انا عملتي في موضوع الاسهالات ده وهنحلو مع بعض ازاي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته